عايزة حيّة الهواري بأمانة يعني عمل شغل كويس في الصفقة دي الموضوع كان فيه شد وجذب الأهلي كان في الموضوع بقوة وابتدت بعض الأمور المالية يعني ما هيحصل فيها زي إيه لأ كتير لأ قليل طب هنشوف طب مش عارفين لحد ما الموضوع في الزمالك بها أكثر مرونة وابتدت أطراف من بره تخش في القصة ويعني اللي اللعب طلبه خد يمكن 90% منه أو قريب من طلباته فالهواري بحيّق آه دي حيّق يواخد أغلب طلباته بس مش نفس الطلبات اللي كتمنها 90% من طلباته بالضبط حسب كلامي معني مع الناس وصلوا لنقطة اتفاق كريم رضي تفتوح ومرضية بنسبة لإدارة زمالك خاصة مع تدخل رجال أعمال لو تفتكر إحنا حتى قبلها قلت لك فيه رجل أعمال تدخل لم يصبق لا تعلي منصب داخل نادي الزمالك فالناس حلوا الأمور وقدروا أنهم أقربواها تنظر طب هواري هل أنت وصلت للمعلومة اللي هي بتاعت خد كم مقدم تعاقد أو الفلوس اللي خدها في الأول بص مقدم تعاقد عشان أكون صريحا دايماً بحب أن أنا المعلومة عندي بقولها ما عنديش بقول لأ مقدم تعاقد لأ بس اللي تقالي إنه هو عقده هو منح التعاقد بمعنوه آه عقده يعتبر الصوافي 15 مليون في الثلاث سنين في السنة في السنة آه يعني 15-15-15 وتعدله السنة الحالية آه يعني تعديل السنة الحالية عشان تدخل يعني إيه كترضية من لو أنت مش هتاخد مثلاً مبلغ كبير في الأول هنعدل لك السنة الحالية آه هديك مثال يعني السنة الحالية مثلاً مثلاً بياخد 5 مليون فحسبنا لك إن السنة الحالية أنت بتاخد 15 من العقد الجديد فهمت يعني مثلاً هو لو كان طالب حقول مجرد يعني توقع أو تحليل مش أرقام حقيقي يعني زي هولي معيش الرقم الحقيقي بس لو هو مثلاً كان طالب في الأول 40 والزمالك أقول أنت هتاخد منح التعاقد 20 مليون طب خليهم 30 بس هتدوم لك 20 و 10 هتاخدهم في عقد التعديل فأحنا وصلنا لصيغة هي مش كل اللي عايزه فتوح ولا اللي يدر الزمالك بنسبة كبير مع تحمل طبعاً رجال أعمال مبلغ من خارج الخزينة وده طبيعي بيحصل في كل مدية مصر من سنين السنين إن في رجال أعمال أنا كراجل أعمال شايف مثلاً ده العيد بالنسبة لي في فرقتي لايب كويس أنا عايز أدله هدية عايز أدله طردية عايز أدله منحة دي بتاعت أنا برى النادي النادي ملوش تدخل أو ملوش علاقة ترجمة نانسي قنقر